رحبت مصر بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وعشان قطر نعرف تفاصيل أكتر حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة صباح خير يا دكتور سباح مصير أهلاً وسهلاً من حضرتك تفضل منورنا يا فن في صباح مي الله يخديك تفضل عايزين نعرف من حضرتك يا دكتور أهم ما جاء بالرأي الاستشاري وإيه المضمون اللي جيف في هذا التقرير هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية جاء بناء على تقدم عدد من الدول ومن العدل الأمم المساعدة لمعرفة الوضع والقصة القانونية الراهن لأراضي العربية المحتلة منذ سبعة وستين تحت الاحتلال قبل إسرائيلي وكيفية التعامل معها وتوصفها كالحكمة استشارية لكنه له أثر في منصف لي العرفة الدولية وبالتالي هو ليس الاستشارية فقط لأنه تدمر تجريباً لأعمال إسرائيل والسلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة من سبعة وستين ورفض كل المقرارات والشرعية الدولية والأحكام الصادرة والقرارات والتدابير السياسية والقانونية الخاصة بوضع إسرائيل بالنسبة للأراضي المحتلة كل هذه المبارسات ارتبطت بقضايا سواء كانت في مدن الضفة أو في مدينة القدس من حيث تغيير البعض الديمغرافي على الأرض ومحاولة بناء المستوطنات والغاء الهوية العربية الفلسطينية واستمثلها بهويات يهودية وبالتالي جاء هذا الحكم الكاشف من عمرين العمر الأول هو تجريب الوضع الراهن بإسرائيل على مستوى القانون الدولي والمستوى القانون الدولي الإنساني وبالتالي طلبت بزوال حالة الاحتلال والحفاظ على ما تققل من الأراضي الفلسطينية خصوصاً عند الحكم تد إلى تكريم الإجراءات الخاصة والتدابير التي اتخذت طوال السنوات الماضية سواء بقامة المستوطنات سواء بتنفيذ الخانط والتدابير في مدينة القدسة أيضاً موضوع القدار العازل لصباق المحكمة العدل الدولية انكرمت إنشاء وتكشين وقتها وبالتالي تضمنت ضرورة المطالبة بزوال حالة الاحتلال أولاً والتأكيد على موجود الكوى الدولية وإحالة الأمر إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الأمين العالم ما يناجم من إجراءات وطلبت جوان حالة الاحتلال ووضع الأراضي العربية تحت الحماية الدولية وفيما يعرف بالإجراءات الدولية إذن نحن هنا مرحلة مهمة لا تتوقف فقط حضرتك على الحكم الإجراءات بل إنها ستقتد إلى إجراءات الدولية إقليمية وتولية جديدة في الفترة المهمة تحياتي لحضرتك دكتور طارق وزيم حضرتك ذكرت إن قرار المحكمة تضمن أو رأي المحكمة تضمن التأكيد من كل الدول والمنظمات بعدم الاعتراف بالوضع الناتج من الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية عايزين نعرف من حضرتك أهمية دا إيه فندم وها تكون أصار وإيه خلال الفترة القادمة حسنا وسهلا بحضرتك هو طبعا التنقيب على الفترة القادوني وقياس الأمم المتحدة الممتحدة في تفين عن عام في مخزبة كل حياة تفينية وإسانسية في عدم التعاول مع دولة الاحتلال بالتاني ليس فقط دوال حالة الاحتلال لكن تهديد إفرائيل بأمرين الأول إذا لم تنفذ هذه الحالة وأوقفت هذه الممارسات هو تم إزالة الاحتلال هتكون في إجراءات منها على سبيل المثال نزع شرعية إسرائيل في المحافة للدولين وهذا أمر مهم للغاية يعني كما تعلمين إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنشئت بقرار دولي وهو القرار 181 الصدر 187 والقادي بإعلام دولي دي الدولة يهودية ودولة عربية الدولة يهودية ولم يتبقص والدولة العربية إسرائيل لن يستطيع أن يعني تقلق يتجاوب مع هذا القرار لأن القرار هو الذي أنشأ إسرائيل مثلا الأمر الأكبر هو أن المنظمات الإقليمية والدولية المتعاملة مع القضايا الفلسطينية يجب عليها أن لا تعترف في الوضع العجلي زي حالات المستلطنات المستلطنات لها التجارات وليها التمارات وليها شركات عجيبة فهذا الحكم يعني ينطلق من عدم قانونية ووضعية إسرائيل في الأراضي المحتاج وبالتالي يرتب أثار القانونية مباشرا في التعاملات في أول خطوة وأول خطوة تراحق فيها الفقيل حيبقى أمرين مذكرات التوظيف اللي حدثت من المحكمة الكناية العليا بمتابعة وطارها لرئيس الوضعات التريني رئيس الأفكار رئيس الوزير الدفاع وراء الطاقة صحية هاك شايف طيب يا دكتور في الوقت الحالي في مجموعة من القرارات التي أصدرتها الكدسة في الوقت الحالي واللي احنا بنشوفها تتعارب بشكل تام مع حل القضية في هذا الوقت هاك شايف القرارات دي ازاي يعني أنا ببصرها بصورة أخرى هي لها فوق في مجموعة من القرارات وفي مجموعة من القرارات أستاذينا يا دكتور بس الصوت مش واضح نعم هذا بيعتراب بالدولة سلسطينية أو بالكيان السلسطيني لكن خلي بالحظتك هذا مشروع قرار أدينه أحد نواب اللي كود لأتراب كيان أي كيان سلسطين سيُنشف هذا معناه نوم بيحركوا الميان الراكدة حتى لو سمت رابط القرار لكن القرار هو بشركي في الإسرائيل ليه كيان مستقل للدولة السلسطينية بأكمل هذا هو المنطلق للتعامل معنا هناك متغيرات كبيرة تتحدث لن تتوقف على محكمة العدل أو المحكمة الجنائية الدولية بالعكس سنتد إلى محاكم أوروبية أخرى فستلاحق إسرائيل اللي يظن أنت مرحيم معين حضرتك أنها خارجة إطار القانون الدولي وأنها دولة فوق القانون الدولي والقانون الدولي في إساني وقامت بهذه الأعمال الإجرامية على في تأديل كل هذه المطوات إيجابية بتحمل زخمة كبيرة ومتميزة للأداءة السلسطينية للتعامل مع المساعدة في الفصة المقرية دكتور طارق مصر طلبت باحترام رأي الرأي الاستشاري للمحكمة وإحنا طبعا شايفين الجهود المصرية من بداية الحرب على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة حضرتك شايف جدوى هذه الجهود إيه يا فندي التحرك المصري كما تعلمي لا التوقف فقط على الضغط الصوت يا دكتور طارق نحن مش سمعين حضرتك أعتقد أنه القرار يعني والبياد المصري مجمع للغاية لأنه يكشف بطبيعة الحال عن اللاقف المصري الكبير يعني اللاقف ديبلوماسي وسياسي وأمني وأيضا بالإضافة طبعا لجهود الوسطة الدولية في هذا الإضاف أنا أتأكد أنه أمور مجال دلالات لأهلية المصر على كافة المستويات يبقى فبيعة الحال على ابن المصر وتحرك على البصلة في كل الاتجاهات الآن للحفاظ على ما تبقى من القضية في الدولية صحيح نتمنى طبعا الفترة الجاية يكون في يعني تطبيق عادل للقانون وطبعا يكون في حلول بشكل أسرع من كده حقنا لدماء الأبرياء بنشكر حقا جدا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ترجمة نانسي قنقر